يصعب الحديث عن أي شيء في العالم سوى الحديث عن ما يحدث في غزة من محارق وقتل وهدم على أيدي الإسرائيليين اليوم أعلن مصدر رسمي مسؤول عبر قناة القاهرة الإخبارية أن مصر لن تسمح بفتح معبر رفح من الناحية المصرية أو من الجانب المصري طالما إسرائيل هي التي تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني وحملت إسرائيل كل المسؤولية على ما يحدث نتيجة ذلك اللي بيحدث نتيجة ذلك إيه مجاعات وأمراض وناس بتموت وبتستشهد علشان لا لأي أكل ولا لأي علاج بايدن الرئيس الأمريكي في موقف صعب هو يحاول بكل الطرق أن يقدم ورقة لناخبيه بعد شهور قليلة ليقول أنه هو إدارته نجحة في وقف الحرب وأعلن أن إسرائيل تقدمت بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النيران مؤلف من ثلاث مراحل عايز أقول لكم هو نفس المشروع اللي قدمته مصر والحديث على أنه سيكون هناك اجتماع غدا في القاهرة مصر أمريكا إسرائيل لمحاولة تنفيذ هذا المشروع المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار الإفراج عن عدد محدود من الأسرة وانسحاب إسرائيلي ست أسابيع وستشمل وقف إطلاق النار على نحو كامل وشامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في حين ستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة تحمل المساعدات إلى غزة يوميا وما قالوش طيب لو حصل أي كسر لإطلاق النيران هل ستلتزم إسرائيل رغم أن هي اللي مقدمة المرحلة الثانية تشمل إطلاق صراح جميع الأسرة والانسحاب الإسرائيلي الكامل المفاوضات للوصول للمرحلة الثانية هتستغرق أكثر من 6 أسابيع حيث تكون هناك خلافات بين الجانبين وهنا بيمهد لحدوث أي مشكلة إسرائيل تبقى خادت اللي هي عايزها وبعدين نبتدي نتفاهم المرحلة الثالثة تشمل إعادة الإعمار الدول العربية سيشاركون أيضاً فقط الغزة بطريقة لتسلحة إعادة التسلحة هذه هي الشروط الثلاثة في نفس الوقت ما زالت إسرائيل تعاني من عزة الدول الأوروبية بسبب أرعام داخل فرنسا ألغت مشاركة صناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض بباريس الحكومة الفرنسية بدأت تتأثر بما يحدث في الشارع الفرنسي المتظاهرين بيطالبوا من العمال والطلاب بمقاطعة إسرائيل أيضاً تحت قبة البرلمان قبة البرلمان من حزب اليسار فرنسي طلبوا بإلغاء التعاون العسكري مع جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لما يقومون به في غزة